برنامجنا بيتابية تنكون عم منضوع على الحملات والمساندات اللي عم بيقوموا فيها الأشخاص اللي بيعمل الاجتماعي خاصة للنازحين والعمل الإغاثي اللي عم نشوفه اليوم أكتر على الأرض بهذا النطاق رح نحكي عن حملة دعم اللي قامت فيها الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم وبالتحديد قسم العمل الاجتماعي بالجامعة اللي هو تحت عنوان سوا نحن أقوى مع أمل هواري رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالجامعة الحديثة للإدارة والعلوم أهلا وسهلا فيك أمل سهلا حفير مرسي أهلا فيك أول شي أعطيكم ألف عافية دايما نعرف يعني الشغل بالعمل الاجتماعي ده بيكون مهم ولكن اليوم عم بيشوفه مش بس مضاعف ضرب عشرة أكتر كمان عم بيكون وعم بيأثر كتير حالة مساعدة عم بتكون على الأرض يوم بدنا نحكي عن حملة سوا نحن أقوى اللي قمتوا فيها اللي بعدكم نستمرين فيها اللي كمان هي عم بتكون لمساندة ودعم النازحين خبرينينا أول شي كيف طلعت هذه الفكرة طبع الحملة وشو هي الحملة أساسا صحيح أول شي بدأي لك شكرا للاستضافة بس لتوضيح أنه مبادرة سوا نحن أقوى هي مبادرة قامت فيها الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بكافة أقسامة بالجامعة وليس فقط قسم العمل الاجتماعي هي مبادرة بتهدف لدعم مساندة الوافدين من قرى الجنوب اللبناني ومن الضاحية الجنوبية لبيروت هي عم تشمل الأطفال المراهقين نساء رجال وكبار السن وعم نقوم بتقديم التقديمات والخدمات المختلفة من خلال هذه المبادرة مبادرتنا بلشت من خلال مسح ميداني أمنا فيه من خلال الـ MUMC والـ NWN اللي هنالمركزين الصحيين الرعائيين اللي تابعين للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بمنطقة الشوف وبعلي بعد هيدا المسح الميداني تلع مون سلسلة من الخدمات الصحية فكان في تعاون بين المركزين الصحيين والوزارة الصحة قاموا بحملات لقاحات للأطفال على اللقاحات المناعية الأساسية كما قاموا بتأمين الإدوية اللي هي متوفرة بس بشكل مجاني واللي هي مصرحة عنها بوزارة الصحة كمان بشكل مجاني وأخيرا قاموا كمان بالفحوصات الأساسية والأولية مثل الضغط والسكرة للأشخاص اللي بعانوا من الأمراض المزمنة كمان قام قسم العمل الاجتماعي تحت مزلة جمعية الخدمة الاجتماعية بمسح الميداني للخدمات يعني الأساس اللي احنا بيعازتها الحاجات اليومية الحاجات اليومية فقاموا بمسح من خلاله طلع خدمات بمحيط كمان بيروت والدواحي يعني نحنا عم نحكي عن خدمات أساسية اليوم إذا عم نحكي بخدمات صحية بنعرف قد فيها أشخاص بحاجة لأدوية يمكن الماديات مش متوفرة يمكن ما عم يقدروا يروحوا يجبون ولكن كمان في عنا أمراض مستعصية لازمة دايما متابعة أدوية دايما لازمة فأداء همية كمان اليوم يمكن هايدي الخدمات الصحية تكون عم تتوفر وخاصة لما نحكي لقاحات للأطفال أدوية لمرضى الضغط أو السكرة وإلى ما هنالك وخاصة العمل اللي عم بتقوم فيه يمكن وزارة الصحة بالتعاون كمان مع اسم الصحة بالجامعة صحيح كتير مهم نكون عم نقدر نأمن هول الحاجات الموجودة لأنه الحاجة كتير كبيرة والحاجة موجودة يعني مش لأفراد معينين أما هي لكمية كبيرة من الوافدين الموجودين داخل المراكز الإيواء أمان لما نحكي كمان عن توفير المساعدة بنعرف اليوم المراكز مش بس موجودة بيروت في عنا مراكز كمان بمناطق متعددة بلبنان كيف عم تقدروا أنتوا تنتشروا أو تنشروا خدماتكم وأي مناطق تقريباً عم تقدروا تصلوا صحيح نحنا عم ننشر الخدمات تابعي لنا عبر الفروع الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الستة بمحيط بادارو دامور راشية علي جل الديب والسمقانية وعم نكون عم نقدم هيدا الخدمات بالمراكز الرعائية والإيواء القريبة من هيدا المنطقة نعم تقدروا تكونوا موجودين حدا توصلوا لها تقدروا تساعدوهم أكيد فريق العمل موجود بكافة الفروع فأكيد عم نقدر نصل لهم خبرتينا كمان أنه كان فيه تعاون مع وزارة الصحة كرميل تقمين الإدوية كرميل اللي تقدروا تعملوا شوية أحصاءات على هذا الموضوع خبرينا وينصر فيه تعاون كمان أكتر إن كان مع جهات رسمية يمكن غير جمعيات حدا عم يقدر كمان يكون عم ساعد صحيح أنا خبرتك أنه نحنا عنا رؤية أمل ويجن أوف هوب اللي هي بظل الحرب هلأ الإسرائيل اللي نحن عايشينا والتضرر أجهزة والضرر كتير من الأشخاص بعيونهم فكمان من خلال رؤية أمل يعني كلفة العين الاصطناعية بتكلف تقريبا بين ألف و ألفين دولار فكرميل هيك كان عنا قامت قلية الصحة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمهن البصرية بإطلاق حملة إغاثة إنسانية لنكون عم نقدر نوفر الكلفة المالية اللي هي ما كل الأشخاص قادرين يكونوا عم بيوفروا لنقدر ندعم المتدررين بعيونهم يعني هي كمان حملة من الحملات هي محوال من محاور الحملة طبعتنا اللي هي سواء نحن أقوى هلأ نحن بنعرف عمال يعني يمكن الحاجات عم تتكاتر وشوي شوي عم نفوت يمكن عبوي بالشدة وأكيد الخدمات الصحية بدأت تغير لأنه رأي بكرة هيبين أمراض كتير يمكن البرد تسيطروا على هول المواضيع وتحطوا مخططات شوي لقدام نحن دائما منقول على أمل أنه تخلص المشاكل أقرب وقت ممكن ونرجع على أراضينا وبيوتنا ولكن من هلأ لشهر أو شهرين يمكن بدنا نحط مخططة معين كيف عم تقدروا بالجامعة تنسقوا هذا الموضوع وتفكروا فيه نحن تفكيرنا هو ضمن الإمكانيات اللي قادرين نكون عم نأمنها خطة وطنية يعني مش خطة أفراد معينين أو جامعة تكون عم بتحط لوحدة هيك خطة بس نحن جاهزين لأي تعاون لنقدر نكون عم نغطي وخاصة الحاجات الأساسية والصحية والمتطلبات اللي حضرتك كنت عم بتقوله اليوم يمكن التعاون هو كمان اللي بيؤدي يمكن لمساعدات أكبر لأنه ساعتها بيكون في تنسيق في إدارة إلى ما هنالك هل عم تتعاونوا كمان أو يمكن عم تتصلوا بهاية الإيغاثة الوطنية اللي كمان عم بتقوم اليوم بشغل على كل مناطق لبنان تقريبا أوكي أنا لح خبرك عن كمان محور من محاور الحملة طبعيتنا هي أنه كأقسام قسمة العمل الاجتماعي كمان تحت مزلة الجمعية الخدمة الاجتماعية امنا بحملة للتبرعات وصلنا على كل مراكز كمان فروعة الأميوبئاس الست اللي خبرتك أراضي عنهم كل شي خاصه بالأغذية الحرامات لحف ملابس أم فريق العمل بتصنيفها حسب الفئات العمرية وبفرزة وقدرنا وصلناها لمراكز الإيوائية يعني لبعض المدارس وبعض البيوت اللي فيها الوافدين موجودين يعني كمان عم تقدروا قد ما فيكن تكونوا عم بتوازعوا هولا يمكن الحاجيات بطريقة مناسبة لكل المراكز صحيح ولأنه نحن كمان قلنا من فاكر ومنعرف أنه الحاجات منا فقط الحاجات المادية والمالية كمان قمنا بأقسام الجامعة قسم كلية الصحة قسم التربية وقسم العمل الاجتماعي بالمدارس الإيوائية بنشاطات للأطفال نشاطات أطفال من عمر خمسة لتنعشر سنة مراهقين بين تلتعاش لتمنتعاش وللأمهات لدعم صحتهم النفسية من خلال الأنشطة التفكير الإبداعي والأنشطة الثانية اللي عم نعملها أما خلينا نحكي شوية عن الصعوبات أو التحديات كمان اللي بتواجه الأشخاص لأنه عم نشوف كتير أشخاص بدت ساعة يدي ممكن في جمعيات بس عم نواجه كتير تحديات أكيد فيه يمكن التحديات لجمع التبرعات والتحديات المادية ولكن شو بتصنف الصعوبات يمكن اللي عم تقدروا أو عم تتواجهوها أنت وقت تكونوا بتكونوا تقوموا بهذا العمل أكيد الصعوبات بأي عمل هي موجودة وخاصة بالأعمال الإنسانية والأعمال الميدانية الصعوبات أنه ما في خطة وطنية محطوطة مضبوطة لاستقبال الوافدين بشكل مضبوط ومراكز الإيوائية هي بعدها مراكز فينا نقول إلى حد ما منا مؤهلة للاستقبال ونحنا عبواب شتة يعني هلأ نحنا عبواب في أشخاص شي أشخاص كتير كمان منهم بمراكز إيوائي في أشخاص بعدها كمان على الطريق موجودة فأكيد في صعوبات كتير كبيرة بس بالجهود الموجودة على الأرض اللي عم تحاول كل يعني كل الفعاليات والجامعات والوزارات وبمبادرات شخصية عم بيحاولوا أنه نكون عم نقدر نساعد إلى حد ما وضمن إمكانياتنا هلأ هلأ تقدر تتواصلوا مع عيال أو أفراد موجودين ببيوت مش بمراكز إيوائي لأنهم نعرف يعني كمان قد ما فيه أشخاص بمراكز إيوائي ومدارس وحياة لما حال كان فيه عنا قدهم يمكن بالبيوت مستأجرين كمان ما عم يمكن يوصلوا مساعدات مثل ماليزي يمكن عم يقدروا هلأ يقوموا بتغطية التكلفة تبع الحاجات اليومية بس يمكن بعد شهر كمان ما يقدروا كيف عم تقدروا كمان تكونوا عم بتناسق أو تديروا هذا الموضوع نحنا بهيدا البرت اللي عم تحكي تقصمنا لأثمان في قصهم من التلاميذنا اللي هن كانوا كفولنتيرز راحوا مع نقابة الاختصاصيين بالعمل الاجتماعي بلبنان وكمان بالتعاوم مع المزارة نزلوا على المدارس المراكز الإيوائية بالمدارس ليكونوا عم بيعملوا كمان أمصح تأمين بعض الحاجات أو الخدمات الاجتماعية اللي قادرين يكونوا عم بيقوموا فيها هذا بالنسبة للمراكز الإيوائية اللي بقلب المدارس كمان قدرنا توجهنا من خلال الجامعة وقسم العمل الاجتماعي وجامعة الخدمة الاجتماعية لبيوت أشخاص موجودين من خلال كمان المصح الميدان نعرف نوين موجودين أكيد لجزء كتير صغير ولا يتجزأ من الأشخاص الموجودين عم نقدر نكون عم نساعدهم بإن كان بملابس بحرامات ببطانيات مخدات التغذية أحيانا اليوم يعني عم نحكي كمان عن واقع كتير صعب وواقع كتير غير مستقر يعني منعرف أديك كل شغلة معقولة تكون عم بتساعد حيالها شغلة معقول حدا يقدمها أو يكون عم بيساهم فيها كمان بتكون عم بتتقدم مساعدة كتير كبيرة لهؤل الأشخاص ولكن اليوم عم نحكي عن جامعة كمان ورح يرجع يمكن الشغل بجامعة كيف رح تقدر تخلو هذا العمل الإنساني والعمل الإغاثي كمان ماشي بطريقة مع العمل اللي عم بتقوم فيها عادة يعني بالجامعة إن كان تربوية أو إن كان إدارة فريق العمل عم بيفكر بموضوع الأكاديمية أكيد نحنا بلشنا أكاديميا لأنه فيه تلميذ بدأت تكفي بدأ نكون عم نكفي لنقدر نكفي حياتنا طبيعية فرغم الظروف اللي منا طبيعية اللي عايشين فيها ومعدم الاستقرار بس بنفس الوقت نحنا عم نمشي البارت الإغاثي والإنساني بعده مستمر اللي عم توصل وفريق العمل عم بيكون عم بيشتغل علي وعم نشغل أبوار أكاديميا والبارت الإنساني لأنه هو داخليتنا وهو رسالة من رسالات الجامعة أكيد كمان هذا عمل كتير حلو يعني يكون كمان مثال للطلاب اللي بالجامعة أنه لازم يكون عم نعمل عمل إنساني وعمل وطني بذات الوقت حد العمل الأكاديمي كمان مشكل شغل ونفكر بمستقبل مهنة لازم كمان نفكر بإنسانياتنا شوي بطريقة أو باخرى هما لليوم شو رسالتي إن كان للشعب اللبناني يمكن للنازحين يمكن لتلميز حيالله حدا بتحب تواجهله رسالي عبر الشاشة نحنا شعب صامد ونحنا شعب عم بيبين قداش نحنا سوا نحنا أقوى كرميل هيك حملت وسوا نحنا وبتقول إنه نحنا نقدر نكون عم نتكاتف مع بعض أكتر نقدر نعطي بعضنا لو بالقليل لنقدر نساعد بعض ونوصل لبلد السلام لمنتمنى أكيد أكيد ما في مساعدة ما بتكون عن جد عم بتقدم الأشخاص لقدام ما في شي بيروح دعان لو منقول ما منقدر نساعد لا منقدر يمكن بتليفون نقدر نساعد مرسي كتير للك أمل هواري وبدأ وجه تحية لكل أشخاص المتطوعين كمان اللي عم بيكونوا بيسهموا بحملة سوى نحنا أقوى لأنه عن جد اليوم نحنا بحاجة لهذا العمل بحاجة لهذا الضمير والإنسانية وبأتقد هذا يمكن المثال أو صورة اللبنان اللي بدنا نبين على العالم مرسي كتير لك أمل هواري رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالجامعة الحديث للإدارة والعلوم ويعطيكم ألف ألف عقصة لا عفوك استراحة أسيرة ومنكمل